السلام عليكم ورحمة الله إذن درس اليوم مع التناسبية الستة والكتلة الحجمية إذن عندما نسمع الكتلة الحجمية معناه سنستعمل الكتلة مع الحجم إذن سنلاحظ ما هي العلاقة بين الكتلة والحجم إذن الكتلة الحجمية وحدتها تكون هي الطن على المتر مكعب أو الكيلوغرام على ديسيمتر مكعب أو الجرام على السنتيمتر مكعب ولكن ماشي بالضروري يكونوا هذه الوحدات إذن يمكن في بعض التمرين تلقوا مثلا الكيلوغرام مع المتر مكعب أو غير ذلك هذو يبقوا الوحدات العالميات إذن لحساب الكتلة الحجمية إذن من الاسم ديالها P هذا هو رمز الكتلة الحجمية إذن الكتلة الحجمية معناه الكتلة قسمة الحجم إذن من الاسم ديالها نحفظه القاعدة إذن الكتلة قسمة الحجم الآن إذا أردنا الحصول على الحجم إذن إذا أردنا الحصول على الحجم V تساوي M يعني الكتلة قسمة الكتلة الحجمية إذا أردنا الكتلة M تساوي V ضرب الكتلة الحجمية جيد أو يمكننا استعمال الجدول إذا نبدأ مع التمرير رقم واحد قام فؤاد بالتجربة التالية حيث قاس كتلة واحد لتر من الماء ثم كتلة واحد لتر من الزيت لاحظ وأتمم إذن لدينا هنا الميزان به إناء وهنا عيار من فئة مئتان جرام بمعنى أن الإناء كتلته بالجرام هي مئتان جيد الآن مع الميزان رقم اثنان أو الثاني إذن لدينا هنا الإناء مع الماء وهنا عياران من فئة واحد كيلو جرام أي ألف جرام ومئتي جرام إذن لاحظوا هذا المئتي جرام هي خاصة بالإناء إذن تبقى واحد كيلو جرام هي الخاصة بالماء إذن كتلة واحد ديسيمتر مكعب من الماء هي واحد كيلو جرام ثم هنا لدينا الميزان لدينا الإناء مع الزيت هنا ألف جرام واحد كيلو جرام هي ألف جرام وزائد مئة هي ألف ومئة جرام نطرح منها 200 الخاصة بالإناء فنحصل على 900 جرام نحولها تعطينا السفر كيلو جرام فاصلة تسعة وهي كتلة واحد ديسيمتر مكعب من الزيت باء أعاد فؤادة للتجربة بأحجام أخرى من الماء والزيت وسجل النتائج كما يلي ونقل جدولين وأتمم ملأهما إذن لاحظوا هنا لدينا الحجم 2 الكتلة 2 هنا الكتلة قسمة الحجم يعني 2 قسمة 2 ثم هنا نفشي 1.5 قسمة 1.5 3.5 قسمة 3.5 وأربعة قسمة 4 إذن بعد بمعنى نقسم الكتلة على الحجم وهم متساويات إذن سنحصل على 1 2 قسمة 2 تساوي 1 ثم 1.5 قسمة 1.5 تساوي 1 إلى آخره إذن هذا الخارج الذي هو 1 بمعنى نقسمنا الكتلة على الحجم قلنا مسبقا أن الكتلة على الحجم هي الكتلة الحجمية إذن 1 الكتلة الحجمية للماء هي 1 كيلوغرام على 10 متر مكعب نفس الشيء بالنسبة للجدول الثاني 1.8 اللي هو الكتلة قسمة الحجم قسمة 2 ثم 1.35 قسمة 1.5 إذن إلى آخره بعد إجراء العمليات نحصل دائما على نفس النتيجة 0.9 وبالتالي 0.9 هي الكتلة الحجمية للزيت الآن أتمم على ورق مليمتري إنشاء الرسمي المبياني لمعطيات كل من الجدولين إذن نبدأ مثلا بالماء وهو النقاط الزرقاء إذن 2 مع 2 لاحظوا 2 مع 2 ثم 1.5 مع 1.5 إذن 1.5 مع 1.5 إذن النقطة ستأتي هنا ثم 3.5 مع 3.5 يعني 3.5 هنا مع 3 إلى آخره ثم النقطة الحمراء خاصة بالزيت 2 مع 1.8 إذن لاحظوا 1.5 مع 1.5 1.5 مع 1.35 ثم 2 مع 1.8 مثلا 2 مع 1.8 يعني النقطة ستأتي هنا إذن سنحصل على المبيان التالي إذن الأزرق خاص بالماء والأحمر خاص بالزيت إذا قمنا بتمديد هذا المنحنة أو هذا المنحنة الخاص بالزيت فسيمر من أصل المعلم الذي هو الصفر لماذا؟ لأن الكتلة متناسبة مع الحجم ودرسنا في التناسبية أنه عندما يكون الجدول لأعداد متناسبة يكون الخطع عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم بالنسبة للسؤال جيم كتلة 8 لطر من الماء إذن بما أن كل اللطر هو 1 كيلوغرام حجم كتلة 1 لطر من الماء هي 1 كيلوغرام إذن كتلة 8 لطر من الماء هي 8 كيلوغرام بالنسبة للزيت لدينا كتلة 1 لطر من الزيت هي 0.9 0.9 إذن نضربها في 8 لأن لدينا 8 لطر من الزيت فنحصل على 7 كيلوغرام فاصيلة 2 تمري رقم 2 كتلة نحاس متناسبة مع حجمها أتمام الجدول التالي إذن لإتمام هذا الجدول أول شيء نحسب معامل التناسب 44.7 قسمة 5 إذن هذا تعلمناه في درس التناسبية إذن تعطينا 8.94 إذن نضعها هنا يمين الجدول إذن هو معامل التناسب ثم 8 ضرب 8.94 تعطينا 71.52 12 ضرب 8.94 تعطينا 107.28 با ماذا يمثل معامل التناسب بما أننا قمنا بقسمة 4 و 4.7 اللي هي الكتلة على 5 اللي هي الحجم إذن قسمنا الكتلة على الحجم وبالتالي معامل التناسب يمثل الكتلة الحجمية للنحاس جيم أنشئ رسماً مبيانياً لمعطيات الجدول ماذا تلاحظ إذن نفس طريقة نرسم مبياناً ثم نبحث عن نقطة التخاء 5 مع 4 و 4.7 ثم 8 مع 71.52 ثم 12 مع 127.28 فنحصل على الرسم المبياني التالي ثم نصل النقطة مع بعض البعض إذا قمنا بالتمديد بواسط المسارة سيمر من أصل المعلامل لماذا؟ لأننا قلنا أن الكتلة متناسبة مع الحجم إذن ماذا تلاحظ؟ ألاحظ أن المنحانة عبارة عن خط مستقيم يمر من الصفر وبالتالي ألاحظ أن الحجم متناسبة مع الكتلة لماذا؟ لأننا قلنا أن الخط عبارة عن خط مستقيم إذا مددناه يمر من أصل المعلامل نمر إلى التمرير رقم ثلاثة يحتل سائل كتلة 80 جرام حجما يساوي 80 سنتيمتر مكعب هل تعرف هذا السائل؟ ما اسمه؟ إذن أول شيء لمعرفة السائل كل سائل يتميز بكتلتي الحجمية إذن نحسب الكتلة الحجمية لهذا السائل القاعدة تقول الكتلة الحجمية تساوي الكتلة قسمة الحجم تطبيق عددي إذن الكتلة يتمانون جرام قسمة 80 سنتيمتر مكعب تساوي واحد جرام بار سنتيمتر مكعب إذن السائل الوحيد الذي كتلته الحجمية واحد هو الماء إذن هذا السائل هو الماء أما باقي الأشياء الأخرى السوائل والفليزات وغير ذلك إذن إما كتلتها الحجمية تكون أكثر من واحد فتنزل تحت الماء وإما تكون كتلتها الحجمية أقل من واحد فتطفو فوق الماء مثل مثلا الزيت ثم التمرير رقم ربعة أربعة استعمل صيدلي لتركيب دواء كمية من الكحول حجمها 30 سنتيمتر مقعب وكتلتها 24 جرام ما هي الكتلة الحجمية للكحول؟ إذن لحصة الكتلة الحجمية للكحول نطبق القاعدة الكتلة الحجمية تساوي M قسمة V تطبيق عددي الكتلة هي 24 جرام قسمة 30 سنتيمتر مقعب تساوي 0.8 جرام بار سنتيمتر مقعب ثم التمرير رقم خمسة كتلة قطعة من الألمنيوم هي 1708 جرام فتلة 15 إذا كانت الكتلة الحجمية للألمنيوم هي 2.69 جرام بار سنتيمتر مقعب فما هو حجم هذه القطعة من الألمنيوم بالقرام بار سنتيمتر مقعب؟ إذن السؤال المطلوب هو ما هو حجمه؟ إذن لحساب الحجم نطبق القاعدة V تساوي الكتلة قسمة الكتلة الحجمية تطبيق عددي الكتلة هي 1708.15 قسمة 2.69 تساوي 635 جرام بار سنتيمتر مقعب تمرير رقم 6 إذا علمت أن الكتلة الحجمية للبنزين هي 0.75 جرام بار سنتيمتر مقعب فاحسب بالكيلو جرام كتلة كمية من البنزين حجمها 60 لتر إذن أحسب ماذا؟ أحسب كتلة إذن نطبق القاعدة الكتلة تساوي الحجم ضرب الكتلة الحجمية تطبيق عددي 60 ديسيمتر مقعب لأن اللتر هو الديسيمتر مقعب ضرب الكتلة الحجمية تساوي 45 جرام نحوله إلى الكيلو جرام تعطينا 0.0.45 تمرير رقم 7 عند زينب 4 مصاطر من نفس المادة حجمها كتلة كل منها مبين في الجدول أنشئ رسما مبيانية لمعطيات الجدول ماذا تلاحظ؟ إذن نفس الشيء نرسم مبيانة ثم نبحث عن نقطة التقاء 2 مع 17.38 3 مع 26.7 وهكذا إذن نحصل على المبيان التالي إذن لاحظوا متى؟ 2 مع 17.8 2 مع 17.8 إذن عندما نصل هذه النقطة إذن نلاحظ أنها عبارة عن خط مستقيم تمر من أصل المعلم إذن ماذا تلاحظ؟ ألاحظ أن المنحنة عبارة عن خط مستقيم يمر من أصل المعلم لماذا؟ لأن الكتلة متناسبة مع الحجم هذا معناه أن الجدول جدول أعداد متناسبة بحدي الكتلة الحجمية لهذه المادة إذن حدي الكتلة الحجمية نكتب قاعدة الكتلة الحجمية هي الكتلة قسمة الحجم تطبيق عددي مثلا نختار من هنا الكتلة 17.8 قسمة الحجم وهو 2 أو 26.7 قسمة 3 أو إلى آخره إذن تعطينا دائما تعطينا نفس النتيجة لأن النفس معامل التناسب هو 8.9 تمر رقم 8 ما هو حجم كورة من الفولاد كتلتها 27.3 علما أن الكتلة الحجمية للفولاد هي 7.8 قسمة 7.8 إذن ما هو حجم بمعنى نضع القاعدة الخاصة بالحجم V تساوي M يعني الكتلة قسمة الكتلة الحجمية تطبيق عددي الكتلة هي 27.3 قسمة الكتلة الحجمية 7.8 تعطينا 3.5 سنتيمتر مكعب 9 ما هي كتلة 10 لترات من الحليب إذا كانت الكتلة الحجمية للحليب هي 1.03 كيلوغرام بار متر كيوب إذن ما هي كتلة بمعنى نكتب قاعدة الكتلة ولكن قبل ذلك نحول 10 لترات إلى المطر مكعب لماذا؟ لأننا لدينا هنا الكتلة الحجمية بالمطر مكعب إذن لا بد أن يكون الحجم أيضا بالمطر مكعب إذن بعد التحويل نستعمل القاعدة ما هي الكتلة الكتلة هي الحجم ضرب الكتلة الحجمية تطبيق عددي ثم نجد 0.030 كيلوغرام ولكن للملاحظة هناك خطأ في هذا التمرين لماذا؟ لأن كتلة الحجمية للحليب 1.03 كيلوغرام بار ديسيمتر مكعب وليس المتر مكعب إذن هنا خطأ في التمرين في الطبعة الجديدة توجد هنا ديسيمتر مكعب لذلك سننجز التمرين بصيغته الصحيحة إذن في هذه الحالة كيلوغرام على ديسيمتر بالديسيمتر مكعب إذن لا نحتاج إلى التحويل لأن 10 لترات هي 10 ديسيمتر مكعب إذن الديسيمتر مكعب هو اللتر مع الديسيمتر مكعب ثم يبقى لنا الكيلوغرام إذن هذا هو الجواب الصحيح وليس هذا ثم 10 كتلة إناء فارغ 0.28 كيلوغرام وكتلته مملوء بالزيت هي 6.13 كيلوغرام ما يساعت هذا الإناء بالليتر إذا كانت الكتلة الحجمية للزيت هي إذن هنا السؤال مطروح ما هي الساعة هذا الإناء؟ يعني الحجم إذن للإجابة عن الحجم نحتاج إلى الكتلة الحجمية وهي موجودة هي هذه نحتاج إلى الكتلة إذن الكتلة غير موجودة إذن أول شيء نحصل بكتلة الزيت إذن لدينا كتلة الزيت مع الإناء هي 6.13 نطرح منها كتلة الإناء فنحصل على كتلة الزيت وهي 5.85 كيلوغرام هي الزيت الآن ما هي الساعة؟ يعني ما هو الحجم؟ نحصل بالحجم نطبق القاعدة إذن ساعة هذا الإناء بالليترية القاعدة تقول V تساوي M قسمة الكتلة الحجمية قسمة B ثم V تساوي تطبيق عدد الكتلة قسمة الكتلة الحجمية V تساوي 6.5 لماذا؟ لأن الديسيمتر مكعب رهو اللتر تمرير رقم 11 8.3 لتر من العسل هو 96 درام ما هو 8.3 كيلوغرام من هذا العسل إذا كانت الكتلة الحجمية للعسل هي 1.35 إذن أول شيء نبحث عن كتلة 3 لتر من العسل عفوا نبحث عن حجم 3 كيلوغرام من هذا العسل من هذا العسل إذن حجم 3 كيلوغرام من العسل هو V يساوي الكتلة قسمة الكتلة الحجمية 3 كيلوغرام قسمة 1.35 إذن تساوي 2.2 ديسيمتر مكعب أي 2.2 لتر إذن هذا هو حجم العسل الآن لدينا 3 لتر من العسل هي 96 كم 8؟ 2 لتر فاصلة 2 نضع الجذول الذي يسهر علينا العمل إذن لدينا ساعة 3 لتر إذن 3 لتر من العسل 8.96 درام نحن لدينا 2.2 إذن نستعمل طريقة التولاتية 96 ضرب 2.2 قسمة 3 تعطينا 70 درام 5.4 تمرين 12 يفقد الحطب أربعة أخماس كتلته عند تحويله إلى فحم ما يكتلة الفحم محصل عليه من حرق 40 متر مكعب من الحطب علما أن الكتلة الحجمية للحطب هي 0.65 إذن أول شيء نحسب كتلة الحطب لاحظوا لدينا كتلة الفحم المحصل عليها إذن لدينا 40 متر مكعب وحجم الحطب والكتلة الحجمية للحطب هي 0.65 إذن أول شيء نحسب كتلة الحطب إذن أم تساوي ضرب الكتلة الحجمية تطبيق عددي ثم النتيجة إذن كتلة الحطب هي 61.53 يفقد هذا الحطب أربعة أخماس إذن نضرب لحساب كتلة الفهم المحصل عليه نضرب هذه الكتلة في أربعة أخماس تعطينا 49.234 نطرحها من كتلة الحطب لأن هذه الأربعة الأخماس تضيع يعني تفقد إذن نطرحها فنحصل على كتلة الفهم هي 12.376 3076 طن 80-13 أعرضت كنزة التأكد من أن خاتمها من الدهب الخالص فقاست حجمه بواسطة مخبار إذن وجدت الحجم هو 1.68 سنتمتر ركيب ثم قاست بالميزان الكتلة فوجدت 28.84 إذا علمت أن الكتلة الحجمية للدهب الخالص إذن هذه الكتلة الحجمية للدهب الخالص فهل خاتم كنزة مصنوع من الدهب الخالص علي الجوابك نحسب الكتلة الحجمية لخاتم كنزة إذن لنحسب الكتلة الحجمية لخاتم كنزة إذن الكتلة الحجمية تساوي الكتلة قسمة V تطبيق عدد لدينا الكتلة 28.84 وV الحجم 1.68 تعطينا 17.16 إذن لاحظوا الكتلة الحجمية للدهب الخالص هي 19.3 بينما خاتم كنزة 17.16 إذن نستنتج أن خاتم كنزة ليس من الدهب الخالص عامود معديني على شكل متوازي مستطيلات أبعاد على التوالي 8 ديسيمتر 6 ديسيمتر 8 مليمتر ما هي الكتلة الحجمية لهذا العامود المعديني إذا علمتنا الكتلة هي 34.176 إذن ما هي الكتلة الحجمية لحساب الكتلة الحجمية نحتاج إلى الحجم وإلى الكتلة الكتلة لدينا في المعطيات نحسب الحجم إذن نعلم أن حجم أي عامود على شكل متوازي المستطيلات هو طول ضرب العرض ضرب الارتفاع أول شيء نحول الارتفاع لكي يصبح نفس الوحدة ديسيمتر ديسيمتر ثم نضرب طول في العرض في الارتفاع نحصل على 3.84 ديسيمتر مكاعد الآن لدينا الحجم ما دينا الكتلة نحسب الكتلة الحجمية إذن الكتلة الحجمية للعامود هي M أو P تساوي M قسمة V تطبيق عدد الكتلة هي 34.176 الحجم 3.84 تعطينا 8.9 كيلوغرام مكاعد ثم أخيرا تمري رقم 116 الصفيحة معدنية من الرصاص ثمكها 4 مم ما هي كتلة الصفيحة بالكيلوغرام علما أن الكتلة الحجمية للرصاص هي 11.4 إذن السؤال مطروح ما هي الكتلة لحساب الكتلة نحتاج إلى الكتلة الحجمية ها هي موجودة نحتاج إلى الحجم غير موجود إذن أول شيء نحسب الحجم لحساب حجم في الارتفاع الذي هو 4 مم إذن مساحة القاعدة لدينا القاعدة عبارة عن شبه منحارف مرتين إذن لنحسب حجم الصفيحة أول شيء القاعدة V يساوي S ضرب H يعني مساحة القاعدة ضرب الارتفاع نحسب الآن مساحة القاعدة إذن بمعنى شبه منحارف إذن القاعدة الكبرى 30 زائد القاعدة الصغرى 10 ضرب الارتفاع لهو 20 قسمة 2 إذن هذه القاعدة منحارف لماذا هنا 20 لأن هذا الساق يساوي هذا الساق إذن هنا يوجد المنتصف يعني 40 قسمة 2 إذن هنا 20 وهنا 20 إذن 400 سنتيمتر مربع هي شبه منحارف بما أنه مرتان إذن نضرب في 2 مساحة صفيحة بالسنتيمتر وهي 400 ضرب 2 هي 800 سنتيمتر مربع الآن لدينا مساحة صفيحة نحسب حجم الصفيحة بالسنتيمتر مكعب إذن S ضرب H يعني مساحة القاعدة ضرب H مساحة القاعدة قمنا بحساب 800 ضرب الارتفاع هو 0.4 لماذا 0.4 لأن نحول المليمتر إلى السنتيمتر لكي تكون لدينا الكتلة الحجمية الآن نحسب كتلة الصفيحة إذن M كتلة صفيحة تساوي الحجم ضرب الكتلة الحجمية تطبيق عددي تساوي 3648 جرام بعد التحويل لأن المطلوب ما هي الكتلة بيل كيلو جرام نحول إلى الكيلو جرام تعطينا 3.648 كيلو جرام إذن إلى هنا انتهى الدرس الخاص بالكتلة الحجمية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته